موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف والذي نبدأه معكم بالحديث عن أبرز تطورات الحاصلة في ليبيا في ظل استهداف حفتر المدنيين في العاصمة الليبية ترابلوس إذن بعدما فشل لواء المتقاعد خليفة حفتر في استعادة المبادرة والرد على خسارته لمدينة غريان الاستراتيجية يوم الأربعاء الماضي وبعدما بدى واضحا انعدام قدرته على تنفيذ تهديداته باستهداف المصالح التركية في ليبيا إثر اضطراره لإطلاق سراح ستة مواطنين أتراك اعتقلتهم ميليشياته بعدما هددته أنقرة بعواقب وخيمة فإنه اتجه الآن إلى الانتقام من سكان العاصمة الليبية ترابلوس بإطلاق حملة جوية ضدهم تثير المخاوف من سقوط ضحايا مدنيين إضافيين في حربه المستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر وبدى واضحا ارتباك ميليشيات حفتر فبعد إعلان المتحدث باسم هذه الميليشيات أحمد المسماري عن أوامر خليفة حفتر باستهداف المصالح التركية في ليبيا بل واعتقال أي مواطن تركي عاد ونفى أنبأ اعتقال المواطنين الستة على الرغم من تأكيد مديرية أمن أجدابيا قبل نفيها بساعات اعتقال مواطنين تركيين في المدينة ومطالبتها بضرورة التبليغ على أي شخص يحملها الجنسية التركية أو شركة تركية تعمل في مدينة أجدابيا إذن مشاهدين الكرام كالعادة نبدأ هذا النقاش وهذا الحوار ولكن بعد متابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل أحمد نور حول أبرز التطورات الحاصلة في ليبيا بعد هزيمته في مدينة غريان وتقهقر قواته على الأرض ومع وصول المعارك لقرابة الثلاثة أشهر بدأ اللواء المتقاعد خليفة حفتر حملة جوية يستهدف بها المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس وشهدت الساعات الماضية عدة غارات جوية على مواقع جنوب العاصمة مستهدفة مطار طرابلس ومحيطة من جهته قال أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر إنهم ينتظرون أوامر القائد العام لاقتحام مدينة غريان وزعم أن قواته في المدينة تعرضت لما وصفها بالخيانة وهو ما تسبب بالهزيمة التي لحقت بها على يد قوات حكومة الوفاق وتوعد بشن غارات نهارية وليلية على من وصفهم بالإرهابيين مؤكدا أن القوات الجوية دمرت ثلاثين هدفا للجماعات المسلحة في طرابلس من جهة أخرى أعلنت تركيا الإفراج عن مواطنيها المحتجزين لدى قوات حفتر بعد أقل من 24 ساعة من تهديدات وزارة الدفاع التركية إلى ذلك أكدت وكالات الإعلام الإيطالية أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز سراج وصل الاثنين إلى إيطاليا في زيارة غير معلنة التقى خلالها وزير الداخلية ماتيو سالفيني بمدينة ميلانو ووفق المصادر فإن زيارة السراج تأتي لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإيطالية لصالح حكومة الوفاق الوطني التي يقودها منذ عام 2016 والتي تتعرض لهجوم عسكري من قبل قوات حفتر فهل ستؤثر زيارة السراج على نزع فتيل الأزمة في ليبيا؟ وهل خسارة مدينة غريان الاستراتيجية ستكون نقطة التحول في مسار المعركة أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى برنامج في المنتصف حول هذا الموضوع وللمزيد أكثر من التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد كرير المحلل السياسي الليبي أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد أهلا وسهلا بك بداية سيد محمد لو نبدأ الآن من قراءتك للمشهد اليوم في ليبيا بعد خسارة ميليشيات خليفة حفتر مدينة استراتيجية كبيرة كانت مركز لانطلاق عدوانه على العاصمة ترابلوس وهي مدينة غريان بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أخي الكريم ولكل المشاهدي أهلا ومرحبا بك واسمح لي في ثواني أن أهدي أعلى وأجمل التبركات لثوارنا البواسل ولجيشنا أيضا الباسل التابع لحكومة الوفاق المدافعين عن الدولة المدنية والمسار المدني والديمقراطي على تخوم ترابلوس بهذا النصر الكبير المؤذر الذي تحقق قبل أيام معدودة فقط بعد مضي حوالي أو قرابة ثلاثة أشهر على هذه الغزوة الهمجية التي أراد من خلالها مجرم الحرب حفتر ومحور الشر الداعم والمحرك له أن يسيطر على مقاليد الحكم في ليبيا وإعادة ليبيا إلى حضيرة الدكتاتورية والبستار العسكري والذي بإذن الله لن يتحقق ما دام هناك من يدافع عن المبادئ والقيم التي قامت من أجلها ثورة السابع عشر من فبراير ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية هو انتصار كبير جدا مدوي هذا الصوت الذي دوى وتجاوز في هذا العمق أبو ضبي وتجاوز بني غازي والرجمة وتجاوز القاهرة حتى وصل إلى قلب فرنسا هذا الأمر فعلا أعطى وبزاوية نوعية إلى حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بقواتها ثوارنا وجيشنا الباسل تقدما سياسيا ودبلوماسيا ووطنيا محليا بدرجة عالية جدا تستطيع أن تستثمره من أجل حسم المعركة في القريب العاجل ودحر هذه الميليشيات المدعومة من محور الشر دحرا نهائيا من أجل أن تكون فعلا الحياة في ليبيا حياة مدنية تحظى بالتداول السلمي على السلطة والدستور والقانون والحريات والرفاه الاقتصادي والشراكة الدولية بدل الوصايا الدولية المشهد اليوم مشهد هو في اتجاه بوصلة الوطن اتجاه حقيقي فعلا الآن إرادة الشعب الليبي في سلم الانتصار ترتفع درجة درجة وبقوة وثبات واضطراد ولله الحمد ما حصل في غريان هو هزيمة نكراء وفضيحة كبرى حتى لبعض الدول التي هي عضو في مجلس الأمن ومحور الشروة خاصة على رأسه في الإمارات ومصر لما توافر وتواجد بعد هذه الهزيمة المدوية من أسلحة نوعية وذخائر خطيرة لا يستطيع أحد أن يتحصل عليها إلا باتفاقيات دولية ومحصورة ومحددة وذات صفات خاصة الآن نحن في تقدم كبير جدا قواتنا متماسكة حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي إلى الآن هم الذين يحضون بسبق الانتصار السياسي والدبلوماسي مع ملاحظاتنا على حكومتنا وعلى مجلسنا للأسف الشديد والتي سنذكرها تباعا إن سمح الوقت ولكن موقفنا قوي وموقف قوات مجرم الحرب حفتر في تضعضع وتخاذل وتفكك وفي عدم استعاب لما حصل لهم من هزيمة النكرى نعم يعني الآن سيد محمد بعد الفشل في استعادة زمام المبادرة بعد هذه الهزيمة القاسية دعنا نسميها بعد خسارته في مدينة غريان كالعادة خليفة حفتر وميليشياته يستأسد فقط على المدنيين في العاصمة الليبية طرابلوس ويوم أمس كما تعلم أطلق حملة جوية ضدهم أسمها لا أريد ذكر هذا الاسم ولكن يعني هذه الحملة فقط للسدافة المدنيين كيف تظهر لهذه الحملة هو أخي الكريم يعني لن نلتمس له العذر فيما يفعله الآن حتى التعاطف الإنساني لكن الرجل ومن ورائه من الدول الداعمة له سواء الإقليمية أو الدولية لم يستوعبوا حجم الكارثة في الخسارة التي حصلت لهم عندما تفقد مدينة بحجم غريان من حيث الموقع الستراتيجي ومن حيث الغرفة أو التقدم العسكري النوعي باعتبارها غرفة التحكم الرئيسية في المعركة الكبرى من أجل السيطرة على مقاليد الحكم في طرابلوس وفي ليبيا بالعموم بعد طرابلوس وهي التي تراهن عليها الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر أنا أهمش مجرم الحرب حفتر باعتباره بيدق مصنوع وليس هو فاعل رئيسي في مسألة صناعة القرار في دوره الآن في المنطقة بالكامل هو له دور في ليبيا من أجل أن يكون في سدة الحكم لكن الدور الرئيسي يتمثله محور الشر الدول الداعمة على رأسها بقيارة فرنسا عضو في مجلس الأمن للأسف الشديد هذا الذي حصل من فقدان للغرفة الرئيسية في ظرف ست ساعات بعد ثلاثة أشهر أو خمس وثمانين يوم تقريبا لم يستوعبه أي عسكر حتى على المستوى الدولي بدون خسائر في قوات حكومة الوفاق باستثناء شهيدين وبعض الجرحة وبأقل أضرار في المدنيين الموجودين في مدينة غريان الرافضين من الساعة الأولى لتواجد عصبات حفتر في هذه المدينة التي تقع على ذرة الجبل الأشم غريان نحن نعرف أن سقوط غريان يمثل سقوط المرتكز الأساسي والعمود الرئيسي لقوات مجرم الحرب حفتر في القيادة وفي التقدم الاستراتيجي العسكري باعتبار أن غريان منطقة مرتفعة وهي منطقة جبلية وفيها كهوف وجبال ووديان وتستعصي على الاقتحام بهذه السهولة وهذه الخطة النوعية التي قام بها الثوار والجيش تابع لحكومة الوفاق وبالتالي هذا الأمر وهذه الصفعة العسكرية الاستراتيجية النوعية القوية جعلت من حفتر وقواته يفعل ما لا يمكن أن يتصوره إنسان وأن يصب جام غضبه على المدنيين الذين يستأسد عليهم دائما كما استأسد عليهم في بنغازي عندما عاجز لمدة ثلاث سنوات ونصف على أن يتقدم في محور جنفودا شبر واحد إلا بعد تدخل الطيران المصري والإماراتي وخاصة الطيران النوعي الفرنسي وبالتالي هو الآن تكشف بالكامل انفضح تعرى تعرية كاملة أمام كل الليبيين وأمام كل المراهنين عليه من الدول والأنظمة الداعمة له من أن هذا الرجل ليس هو كما يقال وكما يصور ويصوق له إعلامه والإعلام المضاد لثورات الربيع العربي من أنه الرجل القوي وأمير الحرب القوي والذي هو قمع الإرهاب وسيصنع السلام هذه الأكذوبة الآن تبددت وتهاوت كما تهاوت غرفته الرئيسية لقيادة هذه المعركة في غريان والآن أصبح الرجل أعزل عريان بدون ثياب للأسف شديد يعني ما احترامي للمشاهدين وهو يرقص رقصة الديك المذبوح هي الرقصة الأخيرة لمجرم الحرب والتي ستنتهي بتحرير مدينة ترهونة إن شاء الله في القريب القادم سنتحدث بالتأكيد عن مدينة ترهونة في سياق هذه الحلقة ولكن هنا ألا يمكننا اعتبار أن هذه العملية الجوية التي أطلقها يوم أمس هي فقط لاستهداف المدنيين كما تحدثنا ألا يمكننا اعتبار أن هذه العملية أو اعتراف ضمني وحقيقي من حفتر أنه خسر هذه المعركة ولكن يريد أن يثبت للعالم يريد يثبت لكل من دعمه وأنه ما زال حي حتى هذه اللحظة فقط في السدافة أولى المدنيين مثل ما تفضل سيد الكريم هو يريد أن يلفت النظر أو يصرف أنظار الداعمين وأتباعه وعصاباته عن هزيمته في غريان فاستعاضى بأن يرجع إلى غريان وأن يقتحم أو حتى يناور مناورة عسكرية خاصة أن عبد السلام الحاسي رئيس الغرفة الرئيسية للاستحواذ على الحكم في ليبيا هرب وإلى الآن مصيره مجهول في اختبائه مش معروف أين يختبي الآن فهو يصرف الأنظار بقصفه للمدنيين والذين لا يعني مدنيين عزل يستطيع أي إنسان أن يقصفهم من مخبائه بطائرات في السماء طائرات مسيرة مدعومة من الإمارات ومن مصر ويصب جام غضبه على المدنيين حتى يقول لأتباعه أنا ما زلت أقاتل داخل الحدود الإدارية في طرابلس في الوقت الذي بعد تحرير غريان مباشرة خسر جيوب مقاتلة وجيوب كانت متقدمة نوعا ما في وادي الربيع وفي عين زارة ومحاذية للمطار في طرابلس الأمر الذي الآن يغطي عليه بهذه العملية التي كما تفضلت فعلا هي اعتراف ضمني من أن الذي حصل في غريان هو فعلا هزيمة نكرا وفضيحة كبرى حتى للدول الأجنبية طيب سوف نستكمل هذا الحوار مع حضرتك سيد محمد ولكن اسمح لنا أن يشاركنا السيد مصطفى الكبير عضو الجبهة الإعلامية لحماية العاصمة أهلا ومرحبا بك معنا سيد مصطفى أهلا بك سيد مصطفى بداية قراءتك للمشهد اليوم في ليبيا بعد خسارة حفتر المدينة الاستراتيجية والثقل العسكري التي بناه في عدوانه على العاصمة الليبية طرابلس مدينة غريان أنا أشكر ابتزاء على هذه الدعوة أهلا بحضرتك دعني أنطلق من مسألة التي يتفق عليها الجميع الآن سواء مع حفتر أو طب حفتر الداعمون والمضابطون لحفتر أن ما حصل في غريان هو هزيمة نكارية في حفتر وليس لحفتر فقط وإحنا أيضا للآلة السياسية والأسكرية والإعلامية التي باتت تخبط في تصدير المشهد لماذا حدثت الحزيمة في غريان وكيف حدثت الحزيمة في غريان من ثم ذلك أعقبوها إلى أمور أخرى وبست من خلالها أن ما حدثت في غريان هو خيانة ولست أدري من الذي خان من ومن الذي نكث بالعهود هل الذي جاء قبل اجتماع غذام سلعاشر أيام لينكث العهد أم الذي دخل وقصب الأرض عموما إذا ما حدث في غريان هو نكسة كبيرة تذكر هذا الرجل بمعركة وهزيمة والدون في تشاد وهي تكرار حقيقي واضح لهزيمة إذن ما بعد غريان هو محاولة للتصعيد فقط لا أكثر محاولة لشد الانتباه أنني حفتر لازلت موجودا في الساحة ها أنا أضرب بقوة ها أنا أهدد تركيا ها أنا أقتل المدنيين ها أنا أقصف مطار المعيتيجة وهذا كله خبص عشواء فقط يعني لا يراد منه فقط إلا أسمع أنه موجود وتثبيت المشهد لأنصاره سواء كانوا في الإمارات وفي مصر وفرنسا الذين باتت ثقاتهم مهزوزة به بشكل كبير جدا وباتوا الآن يبحثون عن بديل ليس بديل لشخص خليفة حفتر بقدر ما هو بديل للحل الكامل لهذه الأزمة وهذا المنزلق الذي وضعهم في رجلهم خليفة حفتر ولعلك استمعت إلى تصريحات سيد فتحي بشاغة المؤخرة التي تتحدث عن ضعف الدعم العسكري الفرنسي الذي بات واضحا حقيقة مقابل التقدم الكبير لقوات الجيش الوطني التابع لحكومة الوطاق والتي تدعمها الشرعية الدولية في ناحية الأمر وبالتالي أيضا السلاح الإماراتي اليوم في آخر لحظاتها يعني أخيرا الأمس كان قصف في طريق المطار بسلاح منوع أو بشكل جديد في محاولة لإبراز خليفة حفتر وإظهار السلاحة الدولية أنه طرق ويجب أن يحاور معه نعم يعني كما ذكرت سيد مصطفى وسائل الإعلام أيضا تحدثت عن تراجع بشكل كبير من قبل أكبر الداعمين وهي فرنسا عن دعمها لخليفة حفتر هذا التراجع لا يمثل بالنسبة لسير المعركة اقتراب نهاية مصير خليفة حفتر العسكري في ليبيا حقيقة نهاية خليفة حفتر يعني ليست نهاية سهلة جدا حتى نقول أنهم سيتخلون عنه بسرعة لا بد من وجود بديل حقيقة هذا البديل يجب أن يكون متوفر لحكومة الوفاق الوطني بحيث أنها تكون هي الشريك الأصيل يعني اللي تجلس مع الجميع والتضع التقرأ ما يطلبه الجميع حقيقة منها وتضع هي شروطها أيضاً بطريقة سلمية وبطريقة موازية يعني مثلما جلست مع تركيا تجلس مع جميع الدول المحيطة بها حتى فرنسا ولما لا مصر يعني معنا نرى أن مصر يعني دولة مساندة لهذا الإجرام لكن لابد أن تسحب البساط من تحت خليفة حفة المنسيين تسحب من يموله ومن يدعمه مسألة أنه كانت تناصب العدالي فرنسا حالياً هذا أمر يعني مستبعاً يعني في نهاية الأمر هي عضو كبير في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن ولها الحضوى خاصة بعد الهدوء الأمريكي والحيانة النسبية حقيقة والمشاهدة من بعيد كذلك المشاهدة الروسية من بعيد نستطيع أن أقول لنا روسيا اليوم تشارك بقوة ولأقول لنا روسيا تشارك بقوة لكننا مثل سوريا فالمشهد الآن محصور بين فرنسا وإيطاليا فأنا أعتقد أنه بإمكان حكومة الوفاق أن تسحب البساط من خليفة حفة بإقناع الفرنسيين أولاً بقوة حكومة الوفاق وقوة رجالها وتمركزاتها يعني انتصار كامتصار غريان هذا بدأ المعادلة بشكل كبير فلو نردفه باتصار آخر في ترهونة مثلاً وتحريرها المنطقة كاملة فبالتأكيد فرنسا مما نشك فيه سيصحب البساط من خليفة حفة ترهونة لابد أن تكون هناك حنكة سياسية إشكالاً المد الإعلامي جيد جداً المعركة المد العسكري منتهاز جداً لكن لأسف المد السياسي مع المحاولة مع القدرة لكنه على ضيف أيضاً يشاطرني في هذا الأمر لا زال ضعيفاً وهذا لأسباب على سببها هو التركيبة ديمقرافية لإعضاء حكومة الوفاق التي جاءت لتلمشة لكن كما قلت لك أنه بإمكان سحب البساط من خلال وجود بديل آخر لخليفة حفة لمثل حكم الوفاق وكذلك بديل آخر في المنطقة الشرطية لمشروع العسكرة إن أمكن يعني نعم سيد مصطفى المتتبع للمشهد الليبي يلاحظ أن في الأوين الأخيرة المبادرات الأممية من الأمم المتحدة من مجلس الأمن وحتى من الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي دائماً كانت ما تدعو إلى وقف هذه المعركة السياسية والعودة إلى طولة المفاوضات والعودة إلى الحوار التفاوضي في الفترة الأخيرة يعني هناك يعني دعنا نسميه يعني شبه اختفاء تام لهذه الدعوات من قبل كما ذكرت المجلس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال هو هذه الدول وهذا المجلس وهذه المنظمة ونظمة الأمم المتحدة سواء كنا مقتنعين بها أو غير مقتنعين بها هي من يسير العالم اليوم ومن يسيرها هي الدول الكبرى والدول الكبرى لها مصالح في المنطقة في نهاية الأمر لكن هذه الدول الكبرى ستقضع عاجل وعاجل لمنطق القوة ومنطق الواقع يعني أنت منذ أيام قليلة تشاهد حركة الطالب أن تدخل الممتحدة وتجالف الأمريكان يعني في يوم الأيام كانت حركة الطالبان منبوذة وكانت إرهابية لكن القوة على الأرض هي التي جعلت الأمريكان يجلسون مع طالبان ونطبوا محاولتهم كذلك حكومة الوفاق مع الفارق في طبيعة الحال لكن كذلك حكومة الوفاق ثوار المنطقة الغربية بل والجيش الوطني المكون الأول يمكن أن يكون طرفا قويا في المعادلة إذا ما تردف الطرف السياسي والتحد مع الطرف العسكري يقول ذلك أن الطرف العسكري ممتاز جدا أنت أخذت مدينة ممتازة جدا استراتيجية وكبتت خليف حس الخسائر كبيرة الآن تستطيع أن تكبته أكثر في تنهون وتأخذ المنطقة الغربية وتصبح طرف قوي العالم سيقتنى بك كثيرا لأن العالم يجلس مع علاقوية في نهاية الأمر الأرض لك والسلاح لك خليف حسر لا يملك شيء إذا ما نزع منه هو السلاح الإماراتي والسلاح الموصول خليف حسر أنت في 48 ساعة و72 ساعة وطيفك يعرف هذا بشكل كبير جدا ثوار بنغازي ستطاع للصمد أربع سنوات وثوار درنة أربع سنوات في المنطقة الغربية المدججة بالسلاح المترابطة ومع بعض بعض بالتأكيد ستصمد وليس لقمة سهلة فيما أعتقد نحط المصطقة تستطيع أن تقدم حتى إلى الجنوب وتأخذ الجنوب وبالتالي سنجد أن الموقف الأمم يعني الخلاصة الموقف الأمم سيتغير لمصلحة ليس للحياة فقط بل لمصلحة حكومة الوسطقة الوطنية لكن إذا ما نصع إلى العامل السياسي مع العامل العسكري نعم الآن سيد مصطفى في سؤال أخير يعني ردا على هذه العملية أو على هذه العملية الجوية التي أطلقها يوم أمس خليفة حفتر وسأل الإعلام تحدثت أن قوات حكومة الوفاق سوف ترد على هذه العملية بهجوم على غرب ليبيا هذا الموضوع هذا السيناريو كيف ممكن أن يكون زحظ شيء أن حكومة الوفاق الآن هي نزال في محل الدفاع على المنطقة الغربية يعني بخضل سبحان تعالى أصبح خليفة حفتر بعيد عن تخم طلاب رسل العام وأصبح تمركزاتها هي بسيطة في ودربيع وعنزر وأغلب تمركز المدين ترهونة فقط وغريان حررت بإمكان حكومة الوفاق في أي وقت تأمر بالنفير العام وتتوجه نحو ترهونة لأخذها لكن هذا سيكلف باهظة الأرواح حقيقة وهذا الذي لا يرفضيها أحد حقيقة خلاف ما يكون بخليفة حفتر الذي يقصف المدنيين ويقتل الجميع بشكل كبير لكن فيما أعتقده هو أن المسألة هي بسيطة وقت فقط بإمكان حكومة الوفاق أن تنهي الموضوع مبكرا لكن بإرادة ثابتة هذه المرة وبإرادة قوية تحرك نحو ترهونة وترد هناك بفعل عمل جوي جيد لسلاح الجو الليلي وهم يعلمون كثيرا كيف يردون على هذا خاصة أن المعركة الآن أصبحت شبه متوازع مع دخول وشراء الدعم التركي الذي هو بين القوسين الدعم المشروع الذي يراه العالم كل حكم الدفاق لا تتستر أبدا أبدا طلبت دعم الشرعي من دولة صديقة بينها وبينها الدفاقات الدولية وتفعل هذه الدفاقات وأصبح المعركة لأنه شبه متوازع نعم شكرا لك جزيل شكر عضو الجبهة الإعلامية لحماية العاصمة سيد مصطفى الكبير شكرا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة بالعودة لك سيد محمد وسائل الإعلام قالت أن حفتر أيضا بغض النظر عن استهدافه للمدنيين كالعادة لمدنيين طرابلوس قالت وسائل الإعلام قصف حفتر المتوالي لمعسكر الثامنة الذي يمثل إدارته الرئيسية يعني أنه يحاول إخفاء شيء ما هنا الحديث ماذا يريد إخفاءه خليفة حفتر في تلك المنطقة تحديدا طبعا هذا أخي الكريم ابتداء يؤكد على أن هذا المعسكر والغرفة التي كانت موجودة كانت هي الغرفة الرئيسية والكبرى لتحقيق مطامع ومطالب حفتر ومن ورائه الدول الداعمة له ما تبين في هذا المعسكر وما تم إخراجه من قبل الثوار والمقاتلين الذين حرروا مدينة غريان هي أسلحة نوعية وهي أمريكية تجاوز تجاوزت هذه الصواريخ المضادة سعر الواحد منها تقريبا 174 ألف دولار تقريبا وهذه كانت يبدو أنها في اتفاقية بين الإمارات وبين أمريكا وبشروط معينة كيف وصلت هذه الأسلحة وكيف وصلت هذه الذخائر هذا الآن مجرى تحقيق أعتقد أنه في واشنطن مما سيضع الإمارات في خانة المسئولية وخانة الإحراج أمام القانون الدولي ما يريد إخفائه مجرم الحرب حفتر والداعمين له من قصف متوالع على مدى حوالي ثلاث أيام لهذا المعسكر أعتقد أنه جزء من أسماء شخصيات معينة كان يتعامل معها ويبدو أنها أيضا تمس بعض الدول وبعض العواصم سواء كانت الغربية أو العربية الإقليمية نعم ويبدو أنها أيضا عملاء ومتعاونين مع حفتر مع وثائق مهمة ويظن أن كثير من الأسلحة والذخائر والوثائق هذه المهمة التي تبين طبيعة هذا الأمر يظن أنها ما زالت موجودة بهذا المعسكر وبالتالي القصف المتواصل سيطمس هذه الحقيقة وحتى أن أتت لجنة تحقيق مستقلة أو تقصي حقائق لن تجد شيء من هذه الأثار في هذا المعسكر لكن أعتقد أن جزء كبير من هذا الأمر تكشف وأصبح الآن لدى قوات حكومة الوفاق وعرض على الإعلام وهناك الآن لجنة تصور وتوثق فيديو وشريط وثائق وتقرير معلومات عسكرية مهني أمني من أجل تقديمه للجهات المسؤولة على المستوى الدولي في مجلس الأمن وكذلك واشنطن بصفة خاصة وبعد ذلك أمام الرأي العام حتى نضع الجميع أمام مسؤولياته القانونية خاصة من الناحية الدولية في مسألة دعم مجرم الحرب حفتر التي كثير ما يتنصل منها الداعمين له على رأسهم الإمارات الآن الأمر أصبح واضح وأصبح مفضوح وبالدليل المادي الملموس والذي هو بين يدي حكومة الوفاق ما على حكومة الوفاق مثل ما تفضل الأستاذ مصطفى وسياسيا هذا النصر الكبير وهذه الأدلة الموجودة فعلا على أرض الواقع والتي هي بحوزاتها الآن استثمارا حقيقيا في تحقيق زحزحة الدول والمواقف الدولية وتجييرها لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بناء على اتفاق أصخيرات الذي فرض على الشعب الليل سنعود لاستكمال هذا الحوار ولكن دعنا الآن نتابع أثار الدمار دمار قصف ميليشيات حفتر لمنازل المدنيين في العاصمة الليبية ترابلوس نتابع معكم مشاهدين الكرام هذه اللقطات ونعود للتعليق عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن كما تابعنا مشاهدين الكرام هذه اللقطات لأثار الاستهداف التي قصف بها ميليشيات خليفة حفتر منازل المدنيين في العاصمة الليبية ترابلوس سيد محمد هل هذه الغارات التي يستهدف بها خليفة حفتر المدنيين سيرجع بها مدينة غريان وسيتمكن من العودة لها أو سيتمكن من الاقتراب من العاصمة ترابلوس هو فقط قتل الأبرياء واستهداف للمدنيين ودعنا نسميه انتقام من المدنيين الأبرياء في مدينة ترابلوس هي دوافع الهزيمة النكرى عندما فقد العمود الفقري لعملياته المشؤومة للسيطرة على مقاليد الحكم في ليبيا وهي مدينة غريان وغرفة التحكم والسيطرة والتخطيط لهذه العملية وهروب الحاسي واختبائه إلى الآن الآن يضرب المدنيين الذي رأيناه في الصورة أخي الكريم هو بيت هي بيوت مدنية لم نرى أهداف عسكرية تقصف ولم نرى قتل مقاتلين بل كانت هناك طفلة وأبيها قتلوا في هذا القصف والقصف كان أحد القصف كان من دبابة كانت قضيف الدبابة وقصف الآخر توالى في الليالي الماضية نتيجة الطائرات المنغير طيار مسيرة وهي تقصف المدنيين وهذه الطائرات مشهور عليها بالدقة في الأهداف إذن نحن أمام مشهد مأساوي يمثل أعلى درجات اختراق القانون الدولي في مسألة حرمة حقوق المدنيين واختراق هذه المسألة الآن أمر خطير الآن هذا الأمر أمام المجتمع الدولي وأمام منظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية وإلى الآن لم نرى أحد يتكلم على هذا الاستخدام ولن يتكلم وصل الآن في آخر الأحصائيات لربما عدد نازحين فقط نحن نتكلم عن ما يقارب المئة ألف نازح من مدينة العاصمة الليبيا ترابلوس نعم مع القتل المدنيين والجرح المدنيين لا أعتقد أن هذه الطفلة الليبية البريئة التي لم تتجاوز الخمس سنوات هي كانت إرهابية أو كانت ضابط عسكري أو كانت تقاتل في صفوف قوات الوفاق عندما حررت غريانة أو على تخوم طرابلس هي طفلة نائمة بالليل وأبيها كذلك والجرح الآخرين الذين الآن تبت بالهلال الأحمر والصليب الأحمر والمنظمات الدولية أن غالبيتهم من المدنيين إذن هناك الآن جريمة في حقوق الإنسان وجريمة في حقوق الأطفال أيضا وجريمة في حقوق المدنيين مركبة ومتكاملة الأركان يشترك فيها مجرم الحرب حفتر مع المنظومة الدولية الصامتة والتي صمتها لا يفسر إلا بأنه غط طرف ورضى عن هذه الجرائم للأسف الشديد هناك أيضا ملام وطني ولوم وطني كبير جدا وعميق على حكومة الوفاق ودبلوماسية حكومة الوفاق وخارجيتها لم نرى دبلوماسية مكوكية تستثمر هذا الانتصار أولا ثم تعلن وتظاهر مظاهرة ومجاهرة بهذا الاعتداء الصارخ لحقوق الليبيين والأطفال والمدنيين والممتلكات والأرواح التي تزهق الآن وتقتل بدم بارد بطيارات من دون طيار ومعروف نسبة هذه الطيارات لمن حفتر لا يمتلك هذه الطائرات هي من الإمارات ومن مصر للأسف الشديد الحكومة وخارجيتها ودبلوماسيتها لازلت تغوط في نوم عميق وهذا لا يتناسب مع حجم الانتصار الكبير ومع فداحة الجريمة التي يمثلها مجرم الحرب حفتر بهذا القصف الذي رأيناه في هذه المقاطع المبكية للأسف الشديد هذا يدل من جانب آخر على أن مجرم الحرب حفتر فقد السيطرة في مسألة التخطيط الاستراتيجي لسير المعركة باتجاه تحقيق أهدافه المشؤومة وهذه في حقيقة الأمر هي بشرة لقواتنا ولثوارنا ولجيشنا الباسل وأيضا هي استفاقة يجب أن تكون ناقوس استفاقة وجرس استفاقة للمراهنين على هذا الشخص المجرم السفاح الضعيف الذي تكشف فعلا أنه ليس رجل قوي وليس رجل حرب هو رجل الهزائم هو رجل الأسر هو رجل قصف المدنيين وانتهاك لحقوق المدنيين والأطفال العزل الذين ليسوا في خطوط القتال ولا المواجهة بهذا القصف يزداد تعريه ولن يستطيع أن يستعيد العمود الفقري غريان الجبل الأشم طيب العودة للحديث على مدينة غريان وعلى نتيجة خساراته لهذه المدينة الاستراتيجية خليفة حفتر برر هذه الخسارة بأن هناك خيانة من أهل المدينة ومن المتواجدين في مدينة غريان على أنهم خائنون لخليفة حفتر لذلك تم خسارة هذه المنطقة أو المدينة الاستراتيجية كيف تقرأ تبريرات خليفة حفتر؟ هو في حقيقة الأمر لم يعقد معه علاقة حب حتى خانوه يعني ولا أعتقد أن هناك حتى هناك حب من طرف واحد هذا المجرم استطاع أن يدخل بقواته في ليلة ظلمة إلى مدينة غريان بتواطئ من كتيبة واحدة كان يترأسها ويقودها عادل إدعاب الذي اشتري بحوالي خمسة مليون دولار للأسف الشديد أو دينار لا أذكر بالظبط وثم التحقت به كتيبة أصغر من هذه كتيبته مكنت لمجرم الحرب الدخول انتفض الأهالي في نفس الليلة الأولى والثانية والثالثة حتى رأينا اعتقالات واختفاء قصري واخفاء قصري لكثير من شباب المدينة والرافضين لتواجده نتيجة هذه الخيانة التي أدخلت وليس التي طردته ورأينا شارع الزيت يتحول من بنغازي إلى غريان وبرمي تسع قتل طاهرة من شباب وأهال غريان بعد أن تم اختطافهم وتصفياتهم من أجل تركيع المدينة هذه علامة قوية على أن هذه المدينة هي عالية في الرفض هي قوية في الرفض قوة الجبل الذي تتربع عليه وغريان معروفة عبر التاريخ لم تخن أي ثورة ولم تخن أي تمرض ضد الاستعمار أو أي مسار في تحرير الوطن وتجيير القرار الوطني بسيادة وطنية الذي حصل أن غريان هجر من هجر واعتقل من اعتقل وفرض عليهم نتيجة هذه الكتائب التي دخلت بموالاة كتيبتين من غريان خانة مدينة غريان ثم جهزت غريان عدتها من الداخل قبل الخارج وبفعل ثوارها وأبطالها ووطنيها الذين كانوا في مقدمة الصفوف من خارج مدينة غريان وهذا الأمر الذي يفسر كيف أن غريان انتصرت وتحررت وعادت إلى حضن الوطن في غضون ست ساعات دون أن تبقى أيام تقاوم من الداخل لو كانت غريان مع حفتر وخانة حفتر لكان الشعب قاوم مدنيا وأمنيا وعسكريا ولما استقبل الشعب في الشوارع والأزقة والهضاب في مدينة غريان بالزغاريض وبالأفراع عندما دخلت قوات الثوار وحكومة الوفاق فهو قول ممجوج وتبرئة غير مستساغل لا عند غريان ولا عند حتى الرجمة طيب جميل جدا هذا الكلام يعني لو نتحدث عن عملية استعادة غريان أو تحرير غريان من قبل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا هذه الاستعادة أو هذا التحرير كيف سيؤثر سياسيا كيف سيؤثر على طاولة المفاوضات البعض يتحدث أن هذه المنطقة الاستراتيجية من شأنها أن تؤثر بشكل أو بآخر على سير عملية المفاوضات السياسية قطعا أخي الكريم أستاذي الكريم يعني أوراق الضغط واللعب السياسي التي كان يتخذها مجرم الحرب حفتر أوراق قوة من أجل على الأقل إن لم يسيطر على مقاليد الحكم في ليبيا يكون عنده موقف متقدم في التفاوض ويرفع سقف المطالب حتى يكون رقم صعب ورقم واحد ورقم عشر في الحوار القادم أو المسألة السياسية القادمة التي كانت ترسم بتواطئ دولي للأسف الشديد هذه الأوراق الضغطة والتي كانت بمثابة البلانبي لفشله في اقتحام طرابلس في غضون 48 ساعة إلى 72 ساعة كما سوق كذبا وزورا وبهتانا للدول الداعمة ولأنصاره كانت تقتضي أو كانت تتضمن أن تبقى غريان تحت قوة عصابات حفتر بسيطرة كاملة وهي غرفة نوعية واستراتيجية وخطيرة جدا وقوية كان يجب أن تكون هكذا لأنها جبل وكهوف ووديان ومن الصعب السيطرة عليها بعد دخولها من الصعب السيطرة عليها من جديد ومن ثم أيضا ترهونة وبعض الجيوب المتقدمة التي دائما يناور بها من أجل تثبيت غريان وترهونة كتبقى طوق وفرض أمر واقع جديد وصورة عسكرية وجيوب عسكرية جديدة جغرافية عسكرية جديدة لمجرم الحرب حفتر ويصار بعد ذلك إلى قرار أممي عن طريق مجلس الأمن بوقف اطلاق النار بوجود الغرفة وغريان وترهونة والجيوب المقاتلة لحفتر في طرابلس وداخل حدود الإدارية في طرابلس حتى يصبح موقف الثوار وحكومة الوفاق والقوة المساندة موقف ضعيف جدا ويرضى بعد ذلك ويرتضى بأن يكون حفتر هو الرقم الصعب وهو الذي يملي شروطه في العملية السياسية والحوار القادم هذه الأوراق الخطيرة الاستراتيجية والقوية التي لا يفقدها إلا غبي ولا يفقدها إلا شخص ليس في تاريخه إلا الهزائم والأسر فقدها حفتر في غريان في ظرف ست ساعات بعد سيطرة ثمانين يوم هذا أمر عسكريا لا يمكن استساغته على الإطلاق إلا أن غريان رافض ومنطفض وأن من قاد عملية تحرير غريان وعلى رأسهم اللواء أسامة جويلي كان عسكريا بامتياز وعمليات المناورة وما يسمى عند الليبيين بباص العيون لصار كانت التهويل على أساس اقتحام المطار والهدف الحقيقي كانت غريان واستدراج بعض القوى التي كانت تدافع عن قوات حفتر غريان إلى الجنوب الغرب الليبي على أساس سيطرة يتم اقتحام سرمان وصبراتة فانفك وبالتالي انقضت قوات الوفاق وعاد أهل غريان تفضتهم من داخل إلى غريان الآن حفتر متورط الذين كانوا يراهنون على البلان بي البلان بي الآن أو الخريطة رقم اثنين الآن ورقم بي تترنح أيضا في إيجاد أمر واقع جديد الآن يراهنون على إيجاد أي مخرج دبلوماسي أو سياسي من أجل إعادة تدوير مجرم الحرب حفتر وإيجاده في المشهد السياسي على الأقل كشخص موجود وله حصة في الكعكة الليبية مع تحفظي على هذا الاسم الكعكة الليبية ما لم يبقى له الآن حتى يخرج نهائيا من مشهد المفاوضات القوي إلا تحرير ترهونة الآن الإمارات مصر السعودية بقيادة فرنسا في موقف محرج الرهان على هذا الحصان الخشبي تكشف وأصبح غير ممكن عملية استعادة غريان العمود الفقري أصبحت شبه مستحيلة الآن محاولة الآن دعم ترهونة من أجل أن تبقى على الأقل جيب متقدم وحاضنة إلى حد ما تترنح أمام ضربات الوفاق وأعتقد أن في غضون الأيام القادمة قد تجير هذه المدينة إلى حضن الوطن والدولة المدنية من جديد وبالتالي الآن فرنسا في حرج مع الإمارات ومصر والسعودية خاصة في ظل وجود أسلحة نوعيا كشفت في غرفة غريان وهي بحوزة حكومة الوفاق المشهد السياسي بعد خسارة غريان مشهد في صالح حكومة الوفاق في صالح المجلس الرئاسي للأسف الشديد مع هذا الانتصار الكبير يوزيه ضعف كبير في دبلوماسية وخارجية الوفاق حتى تستطيع أن تفرض واقع جديد وأمر شرعي باعتراف المجتمع الدولي المعترف بحكومة الوفاق بناء على اتفاق الصخيرات جديد واقع جديد تكون هي رقم واحد ورقم عشر ورقم مئة في المشهد السياسي جميل جدا سوف نعود لاستكمال هذا الحوار أيضا معك سيد محمد ولكن اسمح لنا أن يشاركنا السيد محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد مرحبا أهلا وسهلا بكم أهلا ومرحبا بك سيد محمد قراءتك للمشهد ما بعد خسارة خليفة حفتر مدينة استراتيجية كبيرة مثل غريان طبعا غريان أهميتها الاستراتيجية الكبرى يعني أن هي المستاحة أو المنفذ أو المركز العمليات هو يكفي خسارة مركز يعني غرفة عملياته يعني أحصن مكان ممكن يكون لأي جيس هو غرفة عملياته التي يقود منها بقية قطاعاته وبقية مخاتليه فإذا تم الاستلاع على هذا فيعلم الجميع أن حفتر ليس قائدا عسكريا ولا يأتي وهو أصلا يعني معتاد على الهزائم وهذه سرحلة من الهزائم وهذه لن تكون الأخيرة إن شاء الله المسألة يعني مسألة وقت والمقاتلون الذين يدافعون عن طرابلس يهمهم شيء آخر مهم جدا لا يعني حفتر ولا قواته وهو سلامة المدنيين وسلامة البنية التحتية للمناطق التي يستهدفون تحريرها هو أطلق هذه العملية نعم نرونه عندما يخسر منطقة أو يبدأ يخفص في المدنيين ويخفص أرض محروقة أرض عدو يعتبرها أرض عدو مش أرض يريد تحريرها كما يزعم نعم وبالتالي نحن نحتاج شيء من الوقت وشيء من الترتيب وشيء من الإعداد الجيد حتى يتم تحرير ترهونة وبقية المناطق بأقل كلفة من الخسائر البسرية والمدينة نعم هو برر يعني سيد محمد خسارته لحفتر أقصد هنا برر خسارته لمدينة غريان اعتبر هذا الموضوع بسبب الخيانة كيف تقرأ هذه التبريرات لا خيانة ولا ثوه هو يعني هو دخوله إلى غريان هو بسبب الخيانة هو يعكس في الأمور حفتر ومن على شكلته دائما ترائمهم ومخازيهم دائما ينفقونها بجانب يعني حتى جنوده الذين قتلوا في الميدان يدعي أنهم تم تصفيتهم من اللي كان يقاتل معاكم تماما من هو يعني هم كانوا راقدين كانوا مدنيين كانوا يعملون في المستشفيات والطرق وهؤلاء الذين أتيت بهم هذه شيء يعني مسألة الخيانة أهل غريان لم يرضوا بك ولم يبايعوك ولا أنت يعني استطعت أن تستميل بالمال وبإقناعه بطرق أخرى غير سوية إقناع كتيبة من كتائب غريان استطعت أن تستميلها إلى جانبك وأهل غريان لم يشاءوا في ذلك الوقت أن يدخلوا في صراع داخل المدينة فآثروا الانتحاب حتى يتم ترتيب تحريرها وفعلا زيما خططوا وكانت الخسائر شبه معدومة يعني خسائر في المدنيين وخسائر في التوار كانت قليلة جدا يعني الثمن التحرير كان يعني ثمن مبارك يعني ثمن يستحق معه ما بدل في سبيلها من تضحيات طيب سيد محمد ومع ذلك نعم سيد محمد الآن هنا يعني بعد خسارته لهذه المدينة برأيك ما هو موقف الدول الداعمة لخليفة حفتر الداعمة لمشروعه منذ البداية وحتى النهاية الآن خصوصا فرنسا بالذات فرنسا يعني ما موقفها الآن بعد خسارة هذه المدينة الاستراتيجية بعدها كيف سيكون السيناريو المطروح شوف يا أستاذ هؤلاء الداعمون لحفتر ليس لهم لنا ليس عندهم لنا إلا اثنين خيارين اثنين نعم إما أن يستقر الأمر ويستسب تحت سلطان جائر ومستبد وظالم وكان طاغية أفضل بالنتبى لهم نعم مثل الجدافي وإما الفوضى فهم لن يتركوا القوى المدنية والقوى الديمقراطية والقوى التي تريد أو ترغب في بناء دولة قانون ومؤسسات وعدل وتنمية هذه لا يرغبون فيها سواء في ليبيا أو في المنطقة العربية عموما يعني المستهدف هو أن يأما فوضى وعدم استقرار واقتتال وتنهك به الشعوب والبلدان نعم وإما أن يستقر الأمر ويستسب تحت طاغية تحت خدمي طاغية وتحت حداء طاغية مقطوع الصلة بشعبه بطغيانه طبعا وينفذ ما يمرونه به ويستحلب منه ثروات هذه الشعوب ويحرموها من فرصتها في التنمية أما وبالتالي أنا لا أظن ولا أرى أنهم سيتخلون عن حفتر وإذا قتل حفتر أو انتهى حفتر أو عزز حفتر سيصنعون لنا ألف حفتر عندهم من العملاء ومن يستطيعون شراءه كثير نعم شكرا لك جزيلا شكر عذرا للمقاطعة لضيق الوقت شكرا لك سيد محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام شكرا على المشاركة معنا في هذه الحلقة بالعودة لك سيد محمد يعني فرنسا بشكل معلن أو بشكل غير معلن بدأت نوعا ما بتراجعها عن الدعم المطلق والكبير في بداية عدوان خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس فرنسا اليوم نفت اعترافات قيادي تابع لخليفة حفتر تم استجوابه بعد السيطرة على مدينة غريان أكد فيها طبعا وجود عسكريين فرنسيين وإماراتيين ومصريين واليوم حتى وسائل الإعلام تحدثت أن هناك قوات من السودان أيضا تشارك في هذا العدوان فرنسا أو نفي فرنسا كيف ممكن تبريره الآن وفي هذا الوقت بعد خسارة تغريان هو في حقيقة الأمر هذه سياسة ودبلوماسية اعتمدتها فرنسا منذ غزوة المجرم حفتر للدولة المدنية وعاصمتها طرابلس في ليبيا احنا شهدنا قبل شهرين أو ثلاثة أشهر أن 23 من بينهم غالبيتهم من الشخصيات الفرنسية غادرت عن طريق منفذ رأس جدير إلى تونس وتم ضبطهم عن طريق الأمن التونسي وتم التحقيق معهم هذه ما كانت بالصوت والصورة أعتقد وفضيحة حقيقية لا تستطيع فرنسا أن تتنصل منها فرنسا عندما تم الضغط عليها وخرجت المظاهرات في ميادين وسحات الثورة وميدان الشهداء في طرابلس ومصراتة والزاوية ولبس الليبيون السترات الصفرة محكالي المظاهرات في فرنسا قالت نحن نعترف بحكومة الوفاق ولم ندعم مجرم الحرب حفتر قالت لم ندعم قوات حفتر ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع هذه دبلوماسية معتادة نحن نصدق الأفعال ولا نصدق الأقوال لأن اعتدنا من فرنسا الاستعمارية والتي تحن الآن إلى الجنوب الليبي بعد أن سيطرت على الشرق الليبي وتحن إلى محاصرة تونس إذا تمكن بيدقها حفتر من مقاليد الحكم في ليبيا ومحاصرة الحراك في الجزائر ومن ثم بعض دول الفرنكفونية الموجودة في أفريقيا لن تتخلى عن حفتر بهذه السهولة هي دفعت أموال ودفعت قتلى سقطوا على الأراضي الليبية في بنغازي على أياد الثوار الطاهرة ثلاث قتلى من القوات الفرنسية وكان تأبينهم رسمي على أعلى مستوى في القيادة الفرنسية في أيام حكم ماكرون تقريبا وهذه شهادة كبيرة ليست من نسج الخيال وليست مجرد هكذا كلام صحف أو فيسبوك أو غيرها فرنسا لديها الآن باعتراف ضابط من غرفة العمليات الرئيسية لمجرم الحرب حفتر التي كانت في غريان يقول أن هناك خمس ضباط أو خمس عناصر أمنيين يسيرون هذه الغرفة ويشاركون في الحرب على طرابلس هم من فرنسا مع عشرة من الإمارات مع جنود فرنسيين مع مجموعة من العدل والمساواة المرتزقة الشدية والسودانية أيضا فرنسا لن تستسلم دبلوماسيا من حيث التصريحات لن تعترف الاعتراف إدانا ولن تتخلى عن مجرم الحرب حفتر هو مشروع متكامل إن سقط حفتر فالآن يبحثون عن البديل لكن نعتقد أن فرنسا ليست صادقة مع الشعب الليبي وهي تتخذ مسافة الآن عميقة في العداوة للشعب الليبي الأسف الشديد الآن سيد محمد لو نتحدث عن موضوع أطلاق سراح الأتراك المعتقلين عند حفتر أحمد المسماري المتحدث باسم مليشيات خليفة حفتر قال إن حفتر أعطى أوامر باستهداف كل المصالح التركية بل واعتقال أي تركي متواجد على الأراضي الليبية في هذا الحديث كان هناك تناقض كبير دعنا نتابع هذه التصريحات للمسماري حول عدم أعطاء أي بيان من قبل خليفة حفتر لاستهداف المصالح التركية نتابع هذه اللقطات ونعود معكم ومع السيد محمد للتعليق عليها الأيام والليالي الماضية ستعود وثيرت القوات الجوية أقوى من ذي قبل وستزيد نسبة القصف الجوي في هذه الأيام بالنسبة هذا هو الموقف خلال ثلاثة أيام قواتكم متمركزة بشكل جيد معنوياتنا عالية جدا إمكانياتنا متوفرة والحمد لله كل مور تحت السيطرة والناس تسأل على غريان الخطة جاهزة التنفيذ جاهز الأوامر عن سيدي القائد العام متى يعطي الأوامر سيتم الاقتحام من هم الآن لدينا شغل أمن داخلي داخل غريان الآن نفذناه بشكل جيد وهو مثلا حصر حوالي 86 أسم من الذين قاموا بخيانة القوات المسلحة حصر البيوت التي خرجت منها الرمايات حصر من أعطى من دخل معنا وأكل وشرب مع القوات المسلحة وبعد ذلك أخانهم وبالتالي حصرنا كل هذه الأسماء هذا السؤال الآخر يتردد دائما في الإعلام هو ما ردنا على بيان تركيا وعلى بيان وزير الخارجية التركية بتصعيد الموقف وقصف وأن قوات المسلحة أصبحت هدف مشروع لهم نحن لم نصدر من لحد هذه اللحظة بيان الموضوع الآن تحت الدراسة على أعلى مستوى سواء في القيادة العامة سواء في مكتب سيدي القائد الأعلى للجيش سواء في البرلمان الليبي سواء في الفعاليات الشعبية مثلا الشيوخ الطبائل والأعيان هذه معركة وطن وليس معركة قوات مسلحة سيد محمد تابعنا هذه التصريحات للمتحدث باسم قوات خليفة حفتر هذا التناقض وهذا التخبط دعنا نسميه كيف ممكن تفسيره الآن؟ هو ابتداء دعنا نوضح شيء لإخواننا المشاهدين أن هذا الرجل يعني مهرج مع تحفظي على هذا اسم احتراما لقناة كم المشاهدين لكن في حقيقة الأمر يعرف عند الليبيين بأنه غناي علم يعني كان يغني فأصبح الآن ناطق وهو مهرج أحيانا يستمع إليه الليبيون من أجل التندر ويأتي بمعلومات غريبة رهيبة مخلوطة مغشوشة فأصبح الناس حتى في الرجمة وحتى في بنغازي وحتى في المنطقة الشرقية لا يأبهون لكلامه إنما مجرد للنكتة والتندر فهو الآن يمارس دوره أمام سيده مجرم الحرب حفتر فهذا تسويق إعلامي هو يتكلم عن حصرنا أسماء مئة ومش عرف كم في غريان وكذا يا أخي أنت غريان ما حفظت عليها عندما كانت الغرفة هناك ما استطعت أن تسيطر على غريان وأنت في غريان الآن تدعي أمام أنصارك وأمام العالم الذي تكشفت أمامه غريان للأسف الشديد بأنك ستستعيد غريان هذا حلم بليس بالجنة مستحيل بإذن الله موضوع تركيا الرجل تكلم بالصوت والصورة قبل ذلك وتلى البيان أو الأوامر التي أتته ونزلت على مواقع التواصل الاجتماعي والآن يقول لا يوجد أي بيان والآن يقول لا يوجد أي بيان وهنا نلاحظ كيف في مسألة الإعلام وأنت أستاذي الكريم وقناتكم يوقع إعلاميين متميزين الإعلام الذي لا يرتكز على ثلاث مقومات هو إعلام ممجوج الحق والصدق والواقعية هذا الرجل لا يقول حق يأتي بباطل ولا يقول صدق يكذب الآن يقول لا يوجد لم نقل ولا يوجد بيان وهو بنفسه تكلم بالصوت والصورة إلا إذا كان جني يمثل دوره في الرجمة في الهولولولو أو في مكان آخر والواقعية هذا الرجل يتنكر للواقعية الآن يتحدث عن أشياء كأنها موجودة في المريخ ليست على أرض الواقع فهو إعلام مكذوب وممجوج وتعود عليه الليبيون للأسف شرد وأعتقد حتى الشعوب العربية ومن يستمع إلينا الآن أصبح يعرف المسماري أنه لا يمثل من الحقيقة ولا الصدق والواقعية أي شيء هو كما يقول الأتراك أو في الأثر اتركوا الترك ما تركوكم هو أتى إلى مقتله بنفسه ولعل هذا صوق رباني عندما استعدى تركيا وأعتقد أن تركيا كانت تنتظر أبسط عذر من أجل أن تنقض وتقضي على هذا المجرم الذي يشابه جولان في عملية وتركيا مكتوية من الانقلابات العسكرية الآن الرجل أصدر تعليماته وتلاها هذا البيدق له باعتقال وضرب وقصف البواخر والطائرات وحتى الملابس أحرقوها حتى المحلات في بنغازي تنفيذا لهذا الغباء الذي لن يعود على الأتراك بأي ضرر إنما يعود على الشعب الليبي وخاصة المنطقة الشرقية بضرر كبير جدا حتى المحلات التي تحمل اسم اسطنبول أو أنقرة أو غيرها وهي محلات ليبية ومطاعم ليبية ليس لها علاقة بالأتراك مجرد الاسم منعوها وكسروها وحرقوها ودمروها يعني في قمة الغباء هنا أريد أشير لنقطة أيضا المسماري تحدث وقال أن تركيا أصبحت تقاتل بكل قوة لكي تصبح طرابلوس قاعدة لها يعني يتهم تركيا بالتدخل في ليبيا ودعمها لحكومة شرعية تمثل الليبيين أمام العالم العربي وأمام العالم الأجمع ويتناسى الدعم الإماراتي والمصري والسوداني والفرنسي والقوات العسكرية على لسان أحد القوات التي اعتقل في غريان هذا الموضوع يعني ألا يخجل منه ألا يستحي من هذا الموضوع هؤلاء أخي لا يستحون إذا كانوا يستحون كانوا استحوا عندما نبشوا القبور وحرقوا الجثمين وطافوا بها بعد أسبوعين وثلاث أسابيع من وضعها في القبور لثوار بنغازي وغيرهم لكن هذه ارتدادات الفضيحة المدوية وسقوط غريان من يديهم وتحريرها وتجييرها لصالح الوطن ورجوحها إلى حضن الدولة المدنية والمسار الديمقراطي هذا ارتداد حتى يصرف أنظار أتباعه الذين تفاجأوا بالحقيقة عندما تعرى في مسألة غريان يصرفهم عن أن الذي حرر غريان هم قوات الوفاق وهم ثوار المنطقة الغربية مجتمعين بالكامل ومعهم المنطقة الجنوبية والوسطى ذهب لمناكفة التحارب مع تركيا تنفيذا لهذا المطلب المحلي الداخلي في منطقته الشرقية وتحقيقا للإرادة الفرنسية والإماراتية والمصرية ضد تركيا لعله استفزاز لتركيا هو يعلم أن تركيا الآن ترأس حلف النيتو أن تركيا الثاني أكبر قوة في حلف النيتو وأن تركيا لا أعتقد أنه سيأخذ منها القضاء على حفتر ساعة واحدة وبالتالي عندما تم هذا التهديد ورجع السيد أردوغان من القمة في اليابان أصدرت القيادة التركية تعليماتها عن طريق رسالة عن طريق الأتراك لمجرم الحرب حفتر إن لم يتم الإفراج عن الأتراك الستة فإن كل تمركزات وتموقعات مجرم الحرب حفتر في غضون ساعات ستكون هباء منثورة هو يعلم حجم هذه القوة ويعلم ما يستطيع أن يفعله الأتراك لكن أيضا بالمقابل هناك حقيقة أخرى يجب أن نوضحها الأتراك ليس بحاجة لأن يتدخل تدخلا عسكريا في ليبيا ظلت تركيا والدبلوماسية التركية تتعامل مع القضية الليبيا تتعامل الأخلاق القانونية على مستوى القانون الدولي باحترامها لاتفاق الصخيرات باعتبارها أحد الأطراف الداعمة والموقعة والراعية لهذا الاتفاق من ضمن المنظومة الدولية ولم تتجاوز هذا الاتفاق وهذا الحد القانوني إلا عندما دعمت حكومة الوفاق عندما فعلت الاتفاقية بوجود السيد وزير الداخلية فتح بشاغة لدعم حكومة الوفاق بناء على الاعتراف الدولي من أن هذه هي الحكومة والقوات الشرعية ومن حق هذه الحكومة أن تستعين بأي دولة دعمها ضد هذا المعسكر المجرم نعم سيد محمد لكي لا أخذنا الوقت كثيرا لم يعود يتبقى لدينا الكثير من الوقت وسائل الإعلام أيضا تحدثت عن تراجعات نوعا ما للإمارات الدعم الثاني والكبير لخليفة حفتر وسائل الإعلام اليوم تحدثت أن الإمارات تحضر لمشروع وخطة بي كما تحدثت حول خليفة حفتر سوف تشكل حكومة جديدة يتم تقديمها على أنها بديل محتمل في الفترة المقبلة هذه التراجعات إن كانت من فرنسا وإن كانت من الإمارات ومن الدول الداعمة لحفتر هل تؤدي إلى انهياره تماما مع انتهاء القوة العسكرية الداعمة لخليفة حفتر تنهي بشكل كامل عسكريا في ليبيا هو أعتقد ما تفعله الإمارات ابتداء بأي حق الإمارات تفعل ذلك يعني هي بس لو إنها تطلع بدورها في طنوب الكبرى وطنوب الصغرى وأبو موسى لكان أفضل واحترمنا هذا النظام واحترامنا للشعب الإماراتي نحن نفرق بين الأنظمة والشعوب لكن الإمارات وفرنسا ومصر الآن في عملية محاولة استعاب هذه الصدمة وهذا الارتداد وهذه الانتكاسة لهم انتكاسة ليست لحفتر هي انتكاسة لجزو ومربع صغير لجريمة القرن صفقة القرن تسفية القضية طيب الوقت انتهى لدينا في كلمة أخيرة رسالتك للليبيين بعد تحرير غريان في عجالة لو سمحت نعم في عجالة على الليبيين أن ينسجوا الآن مشروعا وطنيا سياسيا لا يستثني أحد من الأطراف وعلى رأسهم المحاور والمقاتلين والوطنيين ولا نريد أن نعيد المربع إلى ما كان عليه اتفاق الصخيرات نحن بيدنا زمام الأمور على دبلوماسية الوفاق وحكومة الوفاق وخارجيتها أن تواكب الحدث في الميدان بعد تحرير غريان يجب أن نؤرخ من 27 ستة 2019 وعلى السيد غسان سلمة أن يحترم إرادة الليبيين وأن يحترم تحرير غريان وأن يعرف أن الليبيين فوق ذرة جبال غريان نحن من نقرر مصيرنا بقوة الأحرار والثوار والحرائر والسلاح والانتصارات ننسج حلا سياسيا وطنيا بعيدا عن الإمارات ومصر وفرنسا والسعودية لا نستثني أحد شريطة الدولة المدنية والدستور والتدول السلمي على القانون والحريات والرفاه الاقتصادي والشراكة الدولية بدل الوصاية الدولية وعلى المجتمع الدولي أن يحترم قوانينه ويلتزم بإخلاقه تجاه الأمة الليبية شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الليبيا سيد محمد كرير شكرا لك على المشاركة من في هذه الحلقة أيضا مشاهدين الكرام الشكر لكل من شاركنا في هذه الحلقة السيد مصطفى الكبير عضو الجبل الإعلامية لحماية العاصمة والسيد محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام والشكر لكم أيضا موصول مشاهدين الكرام الحسن وطيبة المتابعة وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة من برنامج في المنتصف فاصل قصير وآي أصحبكم الزميل حسين أبو شمالة إلى جولة الصحفة اشتركوا في القناة